ومن ثماري الإيمان العظيمة أن المؤمن في كل أحواله وجميع تقلباته ماض من خير وإلى خير في المسار والأمور المحزنة في الأفراح والمصائب في النعم والشدات في كل أحواله هو متقلب في خير وهذا التقلب في الخير إنما هو خاص بالمؤمن فقط ولهذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سرّا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرّا صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن في الأمور السارة من نعم ومنا وعطايا متنوعات يستشعر أن هذه النعم محضو فضل الله عليه ومنه سبحانه وتعالى فيتلقى نعم الله بشكر المنعم جل في علا حامدا مُثنيا ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه مستعملا للنعمة في طاعة المنعم جل وعلا وإن أصابته ضرّا من مصيبة أو أمر محزن أو شدة أو نحو ذلك تلقاها بالصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا لا يكون إلا للمؤمن إذ الإيمان يحمل المؤمن في سرّائه على شكر المنعم جل في علا وفي ضرّائه على الصبر على قضاء الله وقدره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ترجمة نانسي قنقر